موسيقى رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذي مشروع ممشى أهل مصر وتطوير محور السادس والعشرين من يوليو حلف النيتو يبحث مواصلة دعم أوكرانيا قبل الشتاء وواشنطن تستعد لإعلان حزمة جديدة من المساعدات لكييف بكين تعلن إبعاد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني بحر الصين الجنوبي الثالث عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الجنش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور السادس والعشرين من يوليو وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة تستهدف النهوضة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع ممشى أهل مصر الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخدراء وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية كما شهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير محور السادس والعشرين من يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية ولسيما في مدينة القاهرة من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور ومنها محور السادس والعشرين من يوليو الذي يربط بين القاهرة والجزا والسادس من أكتوبر كما يربط بين الطرق الأقليمية مثل القاهرة والإسكندرية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاثة أيام إسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وشدد المركز على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها ونشد المركز العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانصياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 644 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألفا واثنين طن وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 188 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي الأرز الأبيض تم ضبط 770 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغبائية فتم ضبط 34 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 294 قضية خبز ناقص الوزن و217 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير مشروع حيث تمكنت الوزارة من تحقيق نتائج أجابية كبيرة نستعرضها في سياق هذا التقرير استمرار للجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تزوير المستندات والمحرارات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة وعلى صعيد تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمجنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وسهاج لقيام عناصرهما بالاستلاء على قرابة خمسة ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من راغب السفر للعمل بالخارج والاستلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه من كل راغب في السفر بزعم توفير فرص عملهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد ونجحت في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصر التشكيلين بالاستلاء على أموال من مواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها وفي مجال التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية وتروجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية افتتحت بمقر الأمنات العامة لجامعة الدول العربية فعليات اليوم العالمي لتضامني مع الشعب الفلسطيني وفي كلمته قال الأمن العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة لتذكير بعدلة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني باستعادة كفة حقوقه المشروع غير القابلة للتصرف وللمزيد عن هذه الفعالية وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة من داخل مقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بعد التحية نتابع معكم من مقر جامعة الدول العربية الاحتفالية التي تنظمها الأمنة العامة لجامعة الدول العربية تزامنا مع اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي قرته الأمم المتحدة في القرار الصادر في عام 1977 في إطار البرنامج الإعلامي للأمم المتحدة والخاص بقضية فلسطين لتوعية الرأي العام بهذه القضية انطلقت هذه الاحتفالات بحضور المندوبين العرب لدى جامعة الدول العربية إلى جانب سفراء ممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية وعدد من الشخصيات العامة وتضمنت هذه الاحتفالية كلمات تضامن من المندوبين لدى جامعة الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى جانب أيضا افتتاح معرض للوحات التي تعكس القضية الفلسطينية وتأتي أهمية هذه الاحتفالية والتي تقام سنويا في جامعة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزية هذه القضية إلى جانب أيضا الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروعة من أجل الحرية والاستقلال وأيضا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفق مبادئ القانون الدولية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو عقدت اليوم جلسة الاجتماع الثامن لللجنة التنصيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية بمقر الأمانات العامة لجامعة الدول العربية وبدأت أعمل اللجنة باختيار رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محمد ناصف لرئاسة أعمالها بينما اختارت ممثلي تونس ولبنان كنائبين للرئيس ومن المقرر أن يقدم موسل الدول العربية عروضا عدة تتضمن جهود دولهم في إطار تفعيل أنشطة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار بهدف تبادل الخبرات في هذا الشأن أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ضرورة إصدار القوانين المتعلقة بالسيطرة على المنافذ غير المشروعة ومكافحة الفساد بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغيير طرق الإدارة القديمة والقوانين المتعلقة بالإدارة المالية جاء قلال استقباله وزير الصناعة والمعادن العراقي حيث أكد الرئيس العراقي أهمية القطاع الصناعي وضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي ينسي ستولدنبرغ إن أعضاء الحلف سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا في الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الشتاء سلاحا في الحرب لأن قواته تفشل في ساحة المعركة وأشار ستولدنبرغ قبيل اجتماعي وزراء خاريات الحلف في بوخارست إلى أن واشنطن قدمت مولدات كهربيائية وقطع غيار مضيفا أن الاجتماع سيكون منتدى لزيادة المساعدات الغربية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ خريف 21 العام الماضي نعرف أن روسيا تنوي غزو أوكرانيا بشكل كامل هذا كان لدينا واضحا لم يفاجئنا التحرك الروسي بل قبل التحرك الروسي زدنا وجودنا في المنطقة ورأينا القوات الناتو والفرنسية تزيد وجودها في المنطقة وعندما بدأ الغزو منذ صبيحة ذلك اليوم قررنا بالتحرك الدفاعي وزيادة وجودنا لم نكن غير مستعدين أبدا منذ 2014 حتى 2022 لم نفاجأ بل تصرفنا خلال تلك الفترة لزيادة وجودنا واستعدادنا وجاهزيتنا وكثير من الحلفاء فرنسا كانت هي القائد في قوات التي تحركت لتكون جاهزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قال إن دول الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا واصفا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها غير مسبوقة وقد أضف وزير الخارجية الأمريكية على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست أن حلف الناتو يعمل على التصدي لاستهداف بوتين للبنية التحتية للطاقة داخل أوكرانيا بيادا بيادا مع العشرات من الحلفاء من حول العالم ونحن نعمل أيضا على تنسيق الجهود ونعمل بكل عازم لدعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي ونحن أيضا نسمر بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ونحن نعمل على محاولة ممارسة دغوط على الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات وقد قدمنا دعما عسكريا ودعم في قطاعات التقى وغيرها لأوكرانيا وذلك لتوفير الكهرباء والمياه النظيفة ومياه الشرب للأوكرانيين ومن جانبه أكد وزير خارجية رومانيا ضرورة استمرار دعم أوكرانيا كما أشار الأهمية تعاون النيتو خلال الفترة المقبلة في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونحن سندعم أوكرانيا لطالما بدأ الأمر سنواصل هذه الجهود ولأننا نعتقد أن دعم أوكرانيا يعني دعم أمن رومانيا والشعب الروماني والاتحاد الأوروبي ومنطقة الأطلندي فالحرب على أوكرانيا التي أطلقتها روسيا ليست حول أوكرانيا أو ضد أوكرانيا وليست هجوم ضد أمني دولة المجاورة بل هو ضد أمن المنطقة وأمن أوروبا وهذه محاولة تغيير الحدود التصميم الأمني لهذه المنطقات يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطية اليوم وغدا في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع الشتى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للعملية العسكرية الروسية والتي بدأت في فبراير الماضي يأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه لاستعداد لإسبوع آخر من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية على مدى يومين تأتي اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطية اجتماعات يتصدرها بحث الأزمة الأوكرانية والسبل زيادة دعم حكومة كييف خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وتعرض البنية التحتية الأوكرانية للتدمير بفعل الضربات الروسية وسيدعو الأمين العام للحلف يينيس ستولتنبرج أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف وهي الدعوة التي تأتي استجابة لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي وسيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالامداد والطاقة الانتاجية وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة والتي تشمل سلعا مثل الوقود والامدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء من خلال حزمة مساعدة من الحلف يمكن للأعضاء المساهمة فيها ويهدف ستولتنبرج إلى توسيعها وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي التي كانت الأسوأ حتى الآن والتي تركت الملايين دون تدفئة أو ماء أو كهرباء وتقر روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية لكنها تنفي أن تكون نيتها إذاء المدنيين ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فصل الشتاء سيكون صعبا بالنسبة لأوكرانيا الأمر الذي يجبر الحلف على تعزيز دعمه لكييف كي تتمكن من الصمود كما رتبت ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع اجتماعا لمجموعة الدول الغنية مع بعض الشركاء على هامش محادثات حلف الأطلنطي مع بحثها عن سبل لتسريع إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وسيناقش وزراء دول النيتو أيضا طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف لكن من المرجح أن يؤكد فقط على سياسة الباب المفتوح للتحالف بينما لا تزال عضوية الحلف بعيدة المنال بالنسبة للدولة التي تمزقها الحرب هذا وقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن ستعلن اليوم عن مساعدة مالية كبيرة لكييفا على هامش اجتماع حلف النيتو في بوخارستا وتشير تقديرات إلى أن إدارة الرئيس بايدن خصصت مليارا ومئة مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومن جهاته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كاربي قال إن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأدوات والأسلحة والتدريب واشنطن ستواصل اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة الأوكرانيين لتفادي الوحشية التي تستخدمها روسيا ضد الأهداف المدنية إن موسكو تستهدف تقريبا كل البنية التحتية المدنية من موارد للطاقة ومياه وكل ما يحتاجه الشعب الأوكراني أثناء استعداده لما سيكون بلا شك شتاء قارسا بعض المواد ستأتي بلا شك من الولايات المتحدة ولكننا ندرك أيضا أن شبكاتهم تعتمد على بنية تحتية أوروبية بشكل فريد ولهذا نؤكد مجددا أننا نعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة أيضا لنرى ما يمكنهم تقديمه لإبقاء الطاقة القهربائية واستمرار جريان المياه قدمت بولندا أكثر من 700 طن من المعدات والمواد لمساعدة أوكرانيا على استعادة بنيتها التحتية للطاقة وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن المساعدات البولندية شملت معدات ومحاولات ومولدات كهرباء وكبلات طاقة مشيرة إلى أن استعادة البنية التحتية في البلاد كان أحد الاهتمامات ذات الأولوية في التعاون بين البلدين كما تمت مناقشة التنصيق وتعزيز الجهود لمواجهة روسيا في مجال التكنولوجيا النووية طلبت منصقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت دينيس براون قالت أن الدعم المالي الذي قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لأوكرانيا كان استثنائيا حيث تم تلقي 3.1 مليار دولار من النداء العاجل البالغ 4.3 مليار دولار في عام 2022 مشددة على أنه يجب استمرار التمويل للحفاظ على زخم الاستجابة واستمرار العمليات في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة شدد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين على ضرورة دمج النظام القضائي في الأراضي التي ضمتها روسيا خلال وقت قصير كما أكد خلال كلمة له في مؤتمر القضاء على ضرورة أن يتمتع المواطنون بالحق في الحماية القضائية وأن تكون حقوق وحريات المواطنين في روسيا ثابتة تعلمون فإنه نتيجة للاستفتاء كان قد انضمت إلى روسيا جمهورية دانياسكا الشعبية ولوغانسك ومقاطعتين خرسون وهذا كان قد أضاف إلى العمل في هذه المجال القضائي في ضم هذه المقاطعات إلى روسيا والاتحاد الروسي وهذا عمل هام وليس فقط المطلوب هنا الاختيار العاملين في النظام القضائي في هذه المناطق الجديدة ولضمان عمل هذا النظام ويجب التسريع في العمل لكي يحصل المواطنون الذين يعيشون في هذه المناطق على الحماية القضائية وأنا متأكد أنكم ستقومون بإنجاز هذه المهمة قال مجلس الأمن الروسي إن دول الغرب تكثف محاولات تدخل في الشؤون الداخلية الروسية وأضف مجلس الأمن الروسي أنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في روسيا عن طريق تكثيف العنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات للجيش الأوكراني لتنفيذ هجمات على عدد من المحاور وأكدت الوزارة مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منظومات صاروخية بأوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كرانتشيكوف قال إنه تم تدمير عشرة مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني خلال أمس هذا وقد دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم للتحذير من غارات جوية هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر التاسع على التوالي وعلى جانب آخر تدرس وزارة الدفاع الأمريكية اقتراحا لتزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 150 كم تطورات متلاحقة تشهدها الساحة الأوكرانية مع استمرار العمليات العسكرية الروسية للشهر التاسع على التوالي وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن مقترح من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حفيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة وفي ظل استمرار المواجهات بين موسكو وكييف أعلنت أوكرانيا عن حاجتها لمزيد من أسلحة أكثر تطورا وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء والتي وصلت كييف في وقت سابق ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلو متر فإن مدى القنابل الجديدة يبلغ 150 كيلو مترا مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة روسيا من جانبها حذرت من إرسال أسلحة بعيدة المدى قد تطالوا أراضي تعتبرها موسكو خطا أحمر مما يجعل الدول المساندة لكييف طرفا مباشرا في الأزمة موسيقى 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 نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك القول إن بلاده تبحث إمكانية إطلاق اتحاد الغاز مع كازاخستان وأسباكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة من بينهم الصين وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قال إن رئيس الروسي بلادامير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة باجتماعا مع توكاييف أمس الاثنين إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل وبينما تمثل روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبعي فإن إنتاج أسباكستان وكازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما ويربط خط أنابيب غاز البلدين بروسيا ويمر خط أنابيب منفصل عبر كل منهما إلى الصين نشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق المسدود قال بايدن إنه قد يلجأ إلى قانون صدر عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية لمنع إضراب عمال السكك الحديدية في محاولة لمنع كارثة عن الاقتصاد الأمريكي ناشد رئيس جو بايدن الكونغرس لتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب قد تكون تدعيته مدمرة على الاقتصاد الأمريكي وبعد فترة من المفاوضات والشد والجذب وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أصحاب العمل والنقابات إلى طريق مسدود ليصبح أكبر اقتصاد في العالم مهددا بخسارة أكثر من ملياري دولار يوميا في حال نفذت النقابات تهديدها وأوقفت ما يقرب من سبعة ألاف قطار شحن عن العمل اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل الطرفاني كان قد توصل لاتفاق مبدئي في سبتمبر الماضي لكن بعضا من النقابات البالغ عددها 12 نقابة رفضت لاحقا المصادقة على الاتفاق لاعتراضها على مسألة تتعلق بالإجازات المرضية وفي خطوة لمواجهة هذا التهديد الخطير للاقتصاد الأمريكي طلب بايدن من الكونجرس القيام بخطوة نادرة باللجوء إلى قانون صدر في عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية حيث يمكن للكونجرس بموجب هذا القانون أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغما عن النقابات المعترضة عليه بدورها أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بيانا أكدت فيه التردد في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي مشددة على ضرورة التحرك لمنع الإضراب الذي وصفته بالكارثي وأنه من شأنه أن يشل الاقتصاد الأمريكي هي إذن جهود ومفاوضات وتهديدات من الإدارة الأمريكية لمحاولة منع كارثة تهدد الاقتصاد الأكبر في العالم توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تفقد وطيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل حيث تلقي الإضرابات العالمية الاقتصادية والأزمة الأوكرانية وتدعيات كورونا بثقلها على التوقعات التجارية وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في عام 2023 بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخم ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية التي تنقل أكثر من 80% من التجارة المتداولة عالميا ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من باريس الدكتور مجدي بودن أستاذ القانون الدولية دكتور مجدي يعني بعد التحية كيف تقرأ هذه التوقعات التي صدرت مؤخرا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دكتور مجيد هو شيء طبيعي أن أزمة الكورونا ثم الأزمة الروسية التي اشتيح أكرانيا كان كذلك له تأثير سلبي كبير جدا ولكن هناك كذلك عوامل أخرى في منخص الغلاحة الدولية أنه الآن بدأ تصنيع شاحنات كبيرة عملاقة لا يمكنها أن تدخل إلا الموانئ الكبرى وبهذا أن التعمال هذه الشاحنات وتفريغها في الموانئ الكبرى سيجعل التكلفة باهبة أكثر بالنسبة للبلدان التي ليست لها موانئ بحجم كبير ومن هنا نسبة التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار ستزيد وإن كانت هناك حرية الملاحة وحرية التجارة فيجب أن أخذ بعن الاعتبار البلدان الفقيرة وخاصة الأفريقية التي ليست لها إمكانية أن تشيد موانئ كبيرة جدا لإحتواء تلك الحاويات الكبرى وهذا هو عامل أساسي تترقت إليه منظمة التجارة الولية ومن هنا نرى أن نسبة التضخم ستزيد ولهذا السبب توجد هناك مفاوضات لكي ننظر كيف نساعد البلدان الصغيرة الحياة طب برأيك كيف بشكل فعلي وعلى أرض الواقع يمكن مساعدة الدول الفقيرة أو ذات الاقتصادات الضعيفة خاصة وأن التوقعات بأكملها تشير إلى أن التباطؤ سيستمر في السنوات المقبلة نتحدث عن مزيد من التباطؤ في العام المقبل 2023 وفقا للتقارير الاقتصادية الدولية كيف يمكن مساعدة مثل هذه الدول بشكل فعلي؟ بشكل فعلي يجب أن كل زيادة في أسعار النقل تتحملها الصندوق تحت الأمم المتحدة وخاصة تحت منظمة التجارة العالمية لكي لا تتأثر تلك الدول لسبب كون أنها ليستها إمكانية بأن يكون لها موانئ كبرى بشكل سريع ويجب كذلك تمويل دولي لتلك الأمكانيات لكي تتمكن الدول الاقتصادية والدول الصغرى والتي لا يمكن اقتصادها تحمل ذلك لأن لا تكون ضحية لتغيير اقتصاد كبير جدا بدون أن تكون هناك مساعدات لتلك الدول وهذا مسألة أساسية في التضامن الدولي ويجب على الدول التي لها إمكانيات أن تساهم في تمويل تلك الموانئ وتوسيع الموانئ الموجودة وهذا يجب إيجاد إنشاء صندوق خاص لتلك الخطوة التي بالأخير تكون مهمة للاقتصاد العالمي في كل وهو الاستثمار من الدول الغنية لدى الدول النائمة والدول اللامية وترجع المستحى للجميع الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي كنت معنا هاتفيا من باريس توقع البنك المركزي الأمريكي احتمل خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الابتحادية التي تحدد أسعار الفائدة يومي الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر المقبل توقعات غير متفائلة عبر عنها مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي خلال مؤتمر أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الانترنت تصريحات نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية جون ويليامز أشارت إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تجديد السياسة النقبية لبعض الوقت وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل فتكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا وربما في عام 2024 يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض كما رجح ويليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و5% بحلول نهاية العام المقبل صعودا من النسبة الحالية عند 3.7% متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل وعلى مدى الاجتماعات الأربعة الأخيرة اعتمد المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75% و4% ووفقا لرئيسي الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول فإن التضخم الأمريكي مستمر ومتجذر مما يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود كما أقر أيضا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تجديد السياسة النقدية ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية حيث أصدرت حكومتها أمرا لعدة ألاف من سائق الشاحنات المضربين بالعودة إلى العمل مشددة على أن خروجهم في إضراب عام اعتراضا على رسوم الشحن يضر باقتصاد البلاد كان الألاف من أعضاء منظمة تضامن سائقي شاحنات البضائع قد بدأوا الإضراب منذ الخميس الماضي ويعد هذا ثاني إضراب عام لسائق الشاحنات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية مذ يونيو الماضي دعينا الحكومة إلى استمرار العمل بالنظام المعمول به للحد الأدنى لأسعار الشحن بدلا من أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2022 كما هو مقرر اليوم أصدرت الحكومة أمرا لسائق الشاحنات الذين يرفضون نقل البضائع بالعودة للعمل للحيلولة دون حدوث أزمة أكثر خطورة على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني بمجرد توقف الاقتصاد يصعب التراجع إن العودة إلى المصاري الصحيح تأتي بتكلفة كبيرة وتضحية لقد توقفت مواقع البناء والإنتاج في جميع أنحاء البلاد جراء تعليق الخدمات اللوجستية للأسمان والصلب وأسص صناعاتنا عرضة لخطر الضمار حتى حياة المواطنين اليومية باتت مهددة ليس من طريقة تبرر اتخاذ حياة المواطنين والاقتصاد الوطني رهينة لتحقيق مصلحتهم ذكر البنك المركزي اللبناني أنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء مبلغها غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة حتى نهاية العام هذا وقد مدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام هذا وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها ترجمة نانسي قنقر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عاد المجاهد من القيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتصوير التصنيع العسكرية أعلن الجيش الصيني إبعاد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزيرة سبراتلي في بحر الصين الجنوبي وأشار الجيش الصيني إلى أن أعمال الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونعك قال إن المملكة المتحدة ستتخذ موقفا نفعيا في العلاقات الدولية من أجل تصدي للتحديات من قبل روسيا والصين وأوضح أن روسيا تتحدى المبادل الأساسية لمساق الأمم المتحدة لافتا إلى أن الصين تصارع بشكل هادف من أجل الهيمنات العالمية واعتبر سونعك أنه في ظل هذه التحديات فإن لندن لا يمكنها الاعتماد على حقق ومواقف عهد الحرب الباردة وأن الحكومة البريطانية ستقدم عام 2023 استعراضا محدسا لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة غادر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون العاصمة الفرنسية باريس متوجها إلى واشنطن حيث يصل في وقت لاحق من مساء اليوم في زيارة تستغرق يومين وذكر راديو فرنسا الدولي أن هذه الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة حيث كانت الزيارة الأولى عام 2018 خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهي أول زيارة له في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى تيجراي حققت تقدما عقب اتفاقي وقف الأعمال العدائية وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريكا إلى وصول أكثر من 450 شاحنة محملة بالمساعدات إلى تيجراي خلال الفترة من 15 إلى 24 من نوفمبر الجارية ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم الأغذية المهدرة عالميا وفقا لتقديرات منظمة الفاو بلغ 1.6 مليار طن من مراحل الإنتاج الأولي ويبلغ إجمالي هدر الغذاء الصالح للأكل 1.3 مليار طن وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء أن الأمم المتحدة تقدر العواقب الاقتصادية المباشرة لهدر الطعام بنحو 750 مليار دولار سنويا بينما تقدر البصمة الكربونية لهدر الطعام بنحو 3.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفينة المنبعثة في الغلاف الجوي سنويا وتمثل انبعاثات الميثان من مدافن النفايات أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفينة من قطاع النفايات اجتمع وزير الزراعة السيد القصير مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التعاون بين الوزرتين في المحافظات ومسجدات المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظات واجهزة ومدريات الزراعة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية في إطار الاهتمام الذي تليه الدولة للحفاظ على الركعة الزراعية أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامي والمنطقة الاقتصادية في عدة محاور من أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية لإقامة مشروعات صناعية في مجالات عدة مثل صناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكملية لصناعات السيارات جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية نجوين هويدونغ خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد فرلماني فيتنامي وأعرب جمال الدين عن تطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة أن المنطقة الاقتصادية لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامي في مجالات وقطاعات متنوعة وفي سوق المال أنهت البرصة المصرية وتعاملات جلسة اليوم منتصف جلسة الأسبوع بارتفاع جماعيين المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 72 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 13184 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 61 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2591 نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 51 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 3744 نقطة موسيقى موسيقى وللمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف خبير الاسواق المالية الاستاذ احمد سعد يعني بداية وبعد التحية كيف تقيم اداء السوق اليوم في منتصف الاسبوع وايضا ابرز القطاعات الرابحة سيد احمد كنت اسألك عن اداء والتداول في منتصف الاسبوع واليوم ختمت وانتهت البورصة بارتفاع جماعي وابرز القطاعات الرابحة اليوم اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ويتعاوين الجينيين يعني وي اه اعادة اه بكل اجانب والعرب بشكل ملتصف اه نتب الاعداء الايجابي للاعداء الشركات في البورصة المصرية في لدى التعاشر الماضيه تخلى فيه إعادة تحكيم الأصول بشكل ملحوظ بالنسبة للمؤشر الثلاثين طبعا هو النهار بإدري يقف عند ١١٠٠٤٤ بالسرح على ١١٠٠٨٤ وهم يتطلب مرة أخرى عند ١٠٠٠٠ بالنسبة للمؤشر الثلاثين مؤشر المؤشرات بمثلاث سيارة متواصدة طبعا هو نهار بإدري يقف عند ١٢٠٠٠٠ باختلاقها إن شاء الله ٢٠٠٠٠٠ أهم القطاعات المهاردة وأبرزها كقطاع البنوك والقطاع العقالي قطاع الملاجب المصدفي وقطاع الملاجب السيارة نعم خبير أسواق المال أحمد سعد شكرا جزيلا لك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عاد المجاهد من القيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماعات نول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرية هذا وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد من جهته عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع قطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبدل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال وكذل استعانتوا بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية ويهدف التطوير لدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وبجعلها عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية وشملت تطوير إنشاء وحدة عناية مركزة بطاقة 23 سريرا ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية المستشفى بتقدم خدمات تعديدة من ضمن الخدمات دي العائلات الخارجية عندنا عائلات الصدر والجلدية والأسنان وعائلات الأطفال والعلاج الطبيعي وعائلات التغذية العلاجية وعائلات متابعة ما بعد الكورونا عندنا قسم الاستيبال بشغال على مدارة 24 ساعة قسم الإشاعة باستيبال الناس على مدارة 24 ساعة تم طبعا تطوير قسم الإشاعة ودخل جهاز المقطعية متعدد المقاطع وعندنا الأقسام الداخلية عندنا أقسام الحساسية وأقسام الكورونا وقسم الدارن وعندنا عناية مركزة العناية تخدم أمراض الحساسية وعناية تخدم مرضى الكورونا وعناية تخدم مرضى الدارن وتضمنت أعمال تطوير المستشفى الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم الاشتباه في كورونا فضلا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء المستشفى بعد التطوير بتقدم خدمات أكتر للمرضى وعدد السرير أكتر دلوقتي وبنقدم الخدمات كلها على مدار 24 ساعة الدكاترة كلهم أخصائيين واستشاريين موجودين على مدار 24 ساعة والخدمات كلها موجودة معامل وتحليل وأشعة وكل حاجة تمام توفرة دلوقتي تطوير مهم سيسهم بشكل كبير في مواجهة أي التدعيات طريقة في القطاع الصحي حيث تم تصميم المخازن بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث النظم تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والتانية في مستشفى صدر بنسويف تم زيادة عدد الأسرة الداخلي لتصبح 90 سرير بجانب 23 سرير رعاية مركزة تم تطوير قسم الأشعة المقطعية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية على أحدث نظام بجانب تطوير الأقسام الداخلية للدرن والعيدات الخارجية بالإضافة إلى جاري الانتهاء من بناء المخزن الاستراتيجي داخل مستشفى الصدر بمساحة تقارب 2400 متر تقريبا يتم تقديم العلاج المجاني داخل المستشفى دعم جهود مستشفى الأمراض الصدرية في بنسويف في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون كعنصر هام من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض والجوائح ودعم مخازن الأدوية بالمستشفى كل هذا يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية في صعيد مصر إلى هنا تنتهي نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعية ممشى أهل مصر وتطوير محور السادس والعشرين من يوليو حلف النيتو يبحث مواصلة دعم أوكرانيا قبل الشتاء وواشنطن تستعد لإعلان حزمة جديدة من المساعدات لكييف بكين تعلن إبعاد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني بحر الصين الجنوبية وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر